في لبنان يمر عيد الأضحى المبارك وسط أزمات اقتصادية وسياسية جعلت من حياة اللبنانيين جحيماً وحرمت الكثير منهم من بهجة العيد وطقوسه التي اعتادوها أخي يا حبيبة قلبك هنا عيد بالأول هلأ ما في عيد كنا نضحي هلأ ما فيك تضحي شيء اليوم عيد هيدا ما في عيد كأنه ما إلو مناسبة ما فيه رهجة عيد شوفي هلأ دولار بـ 22 ألف مين بده يشتري هلأ ما بين فرحة الأعياد المنشودة وغصة الضائق الاقتصادية تغيب بهجة عيد الأضحى عن حياة العم أبو عباس الذي يجلس لساعات في شارع الحمرى في بيروت ينتظر فقط من يشتري وعيد الأضحى إسوة بباقي الأعياد له هذا العام حكاية أخرى مع لبنان واللبنانيين تلخص معاناة قاسية ومرّة وتعكس مشهدا غير مألوف في حياة الناس ولا كأنه في عيد بالبلد مين قادر يعيش ولا مين قادر يأكل أو حدا عارف هو طفل صغير هلأ بتحسي إنه شو ما طلب ما قادر تجيبي له شو واحد عنده تلت أبو عيد تقولي له هذا البطلون حقه 150 أس إذا عاشه هو مليون ونصر ومليون ليرة شو بتجيب أولاده؟ نعم عيد من دون ثياب جديدة ومتاجر من دون زبائن وموائد شبه خالية من الأضاحي بفعل ارتفاع أسعار اللحوم أكثر من 600% هذا إن وجدت فيما الغلاء الفاحش يطال المواد الغذائية مع الانهيار المستمر لسعر صرف الليرة مقابل الدولار والذي وصل إلى مستويات قياسية بفعل الأزمة السياسية المستفحلة خلوا العالم تشتل قمت الخبز أكثر من هاك وكل النهار قاعدين متل ما شايفه لا زبون فيه ولا حدا فيه ولا بتقدر تقولي أخ ولا بتقولي أبدا أنا من هلا عم بتطلع بالعيد لحد يلاقي شي يأكله يتني يأكله سني لقتلهم تلت المسؤولين وهكذا يستقبل اللبنانيون عيد الأطحى على وقع المزيد من الأزمات والعجز والخوف من انفلات الأمن الاجتماعي وسط غياب الحلول الجذرية على كافة الصعود مقابل صراخات الناس سمت سياسي مطبق وجمود في المشهد الداخلي بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة وفي هذا السياق تقول مصادر مطلعة لرؤية أن لا مؤشرات على قرب تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة قبل بلورة اسم الشخصية التي سيجري تكليفها وأي حراك سياسي إن حصل لن يكون قبل انتهاء عطلة عيد الأطحى من بيروت جوانا نصر الدين رؤية